خط الصعيد وده واحد من أخطر المجرمين اللي عدوا في تاريخ مصر محمد منصور الخط خط الصعيد الحقيقي محمد منصور ده كان شخص عادي لكن حصلت معه حاجة هي اللي غيرته ومحولته من شخص عادي لشخص بيعمل أي حاجة غلط ممكن تتخيلها قاتل وسرقة منهب وفرض أتاوى أي حاجة ممكن تتخيلها ووصل بالحال يا سيد انه يكتب على سبيل الصادقة وده كانت لوحدة ستة مكنتش قدر لا تاخد بترجزها ولا كان معها أي فلوس فرحت له فهو عمل لها القصة ديب بلاش وصدق منه وما كانش بيهمه أي حاجة وكان بيسرك في عز الظهر لدرجة انه وجه في الجطل اللي رايح أصوام في عز النهار وفضل ثلاث ساعات يسرك في الركاب ووصلت أخباره للملك فروج نفسه فقصة خط الصعيد محمد منصور من أغرب القصص اللي انت ممكن تسمحها فخلك معايا في البداية كده يا سيد اللي لازم تعرفوا ان كلمة الخط في ذلك الوقت كانت كلمة جديدة بالنسبة لهم لأنه كانت فيه ألقاب تانية أو كلمات تانية كانوا بيقولوها على الناس اللي هي بتتكب جرام كتيرة وكبيرة في عهد المامالي كان اسمهم الأشقياء أو المطاريط أما في عهد محمد علي كان اسمهم الفلاتية وكان أشهر فلاتي في عهد محمد علي كان اسمه هريد الرجيل لكن بعد شوية ظهر لقب الخط وكان أول واحد ياخد اللقب ده هو محمد منصور الخط محمد منصور يتولد سنة 1907 في قرية الدرونكا ودي قرية تابعة لمحافظة أصيوب ده كان شخص عادي زي وزي أي حد في الصعيد كان شغال في زراعة الأرض لا كلف الجتل ولا كلف الإجراء ما بين اللي غيره وحوله بالشكل ده شوف يا سيدة محمد منصور في يوم أخذ الغنم بتاعه عشان يرعاه فجاب له الشيخ الغفر اللي رفض أنه هو يخلي محمد يرعى الغنم بتاعه في أرض جنب الأرض بتاعته كلمة من شيخ الغفر كلمة من محمد هب شيخ الغفر رح ضربه محمد جلمين على وشه لاب الموضوع خلص على كده لا محمد منصور كانت لردة فاعل جوية في الموضوع ده أنه راح البيت فجاب مند وجيته فجتله بشيخ الغفر شيخ الغفر وعيلته ما سكتوش فجتله واحد من عيلة محمد اللي هو عم محمد منصور واللي كان كبير العيلة وكان أهم واحد في العيلة محمد منصور كانت لي ردة فاعل أقوى من اللي جاب ليها جتل تسعة من عيلة شيخ الغفر على مدر أسبوع كان كل يوم قتله واحد ولا اثنين وبعدها طيلي على الجبل هو واخواته عبد الكريم ورمضان وتوفيق والروحي وعمل عصابة وانضمت ليه الناس تانية وانضمت ليه الناس تانية وتحول يا سيد محمد منصور سر الختمة وسر الختمة ده اللقب اطلق على جده لأنه ختم القرآن وفضل اسم الدحري من الختمة للختم الغاية ما وصل الخط وتحول الشخص اللي كان عيونه زرق وشعره أصفر لمجرم وعاتيد في الإجرام وده يأكد لك يا سيد ان ما فيش حد تولد مجرم أو كانت فطرته إجرامية أكيد في حاجة حصلت معاه وهي دي اللي غيرته أو حولته رسبة الإجرام بتختلف من شخص للتاني المهم يا سيدي ومحمد منصور أول ما ظل على الجبل كانوا محتاجين للسلاح فأخذوا السلاح ده من معسكرات الإنجليز والسلاح ده طبعا كان متطور أكثر من السلاح اللي كان في إيد الشرطة يعني تقدر تقول ناس شايلة بندوقية آلي وناس تانية شايلة بندوقية مورس السلاح ده رجح كافة محمد زائت زكاء محمد منصور نفسه والسلاح ده يا سيدي جذر محمد منصور إنه يعمل رعب لكل الناس وكان شغال في الجتل والسرجاء والخطف طلب فدية وفرض الأتوات وكان بيفرض الأتواء على عيام بالغسف وصلت عدل الأراضي اللي هو كان بيفرض الأتواء عليها لـ 3000 فدان وكان بيأخذ 1500 جنيه في الشهر كأتوى من الأراضي دي وصلت عدل المبالغ اللي كان هو أصلا بيتحصل عليها لـ 5000 جنيه ده كله طبعا كان من السرجاء وكان من الخطف طلب فدية ومن الأتوات وده كمبلغ كبير في ذلك الوقت خط الصعيد يا سيدا وصل به الحالة انه يقتل على صبيل الصدق يعني كانت في واحدة عايزة تخرب تجلزها لكن ما كانتش قدرة فرحت له وطلبت منه انه يعمل لها القصة دي فطلب منها خمسين جنيه فقالت له انه هي مش معاها المبلغ ده فطلب منها حتى تمن الرصاصة له يضرب بهم الراجل فقالت له انه هي مش معاها اي فلوس فقال لها خلاص انا هعملك القصة دي ومش عايز منك اي حاجة صدق مني وابلاش ومجانا وده يا سيدا عامل زي الحرام او المجرب اللي طالع يسرق وبيقول لك توكلنا على الله واسترها معانا يا رب المهم يا سيدا محمد مصور ما كانش مجرم زي اي مجرم عادي يعني ما كانش من الناس اللي بيستنى الليل عشان يعمل الجريمة بتاعته لا ده كان في عز النهار ووجه في الجطر الجامي القره وراح عصوان في عز النهار فضل ثلاث ساعة يسرق في الركاب ومش اي حد منهم لا بيعترض ولا بيتكلم وبعد ما خلص كان في عز النهار الانجليز ركبتنا الجطر فجتل تسعة منهم مش عشان اللي في دماغ مش عشان وضن وكده يعني ده عشان اعترضوا على استرجاء طبعا الدينية تجلبت والانجليز جالوا ازاي فتعاونوا مع الشرطة في مصر عشان يمسكوا محمد او يخلصوا عليه لكن احداث الحرب العالمية اجلت القصة دي والاحداث دي كانت في صالح محمد منصور وفضل محمد منصور بيمارس الجتل وفرض الاتوات على الناس كان في واحد نيل عيان اسمه حسن الكدواني الراجل ده كان بيدفع اتاوة لخط الصعيد لكن ما كانش منتظم او كان بيمضل فيها مرة معاه ومرة مش معاه المهم تراكم عليه مبلغ كبير من الاتاوة اللي المفروض يتفحل محمد منصور وعصبته فخط الصعيد رح مستولى على الارض الراجل ده عشان يبيع المحصول بتاعها وياخد منها 8 الاتاوة اللي عليها فمعمور جسم أسود شايف ان القصة دي فرصة بالنسباله فرح ياجم على الارض اللي فيها رجالة الخط وقتل اتنين منهم والباقي هيرت فالخط يا سيدي كان شايف ان القصة دي اهانة ليهم وما ينفعش انه يسكت عليها لانه لو سكت فينستانيا منكو تجرع عليهم فكان لازم يرد على القصة دي فاجتمع بالعصابة عشان يشوفها هيعملوا ايه او هيردوا ازاي فمخ العصابة اللي هو الشيخ عواد واللي هو العقل المدبر في العصابة كان شايف ان هما يخلصوا على حسن كدواني اللي هو صاحب الارض عشان يخوفوا اي حد من الاعيان يفكر يعمل اي حاجة لكن الخط كان شايف ان هما يخلصوا على مأمور الجسم اللي هو قتل اتنين من رجالته الشيخ عواد كان معترض لان حاجة زي دي ممكن تفتح اباب جهنم عليهم لكن في النهاية رأي الخط هو اللي مشي ونفز اللي في دماغه وبالفعل يا سيدي لكن ربنا كرمه وما متش وكلام الشيخ عواد او رأي الشيخ عواد هو اللي طلع صح والدنيا تجلبت عليهم الشيخ عواد صابل العصابة خلص بعد القصة دي والجيش بعد عساكر عشان يساعد الشرطة فان هما يخلصوا على خط الصعيد اي نعم هما قتلوا عدد كبير ما رجالته لكن مجدروش ان هما يخلصوا عليه لكن في السنة 1946 تم انشاء فرجة من الداخلية سموها فرجة الموت ودي مكونة من 60 عسكري بقيادة الملازم محمد سعيد هلال الفرجة دي كانت اصلا معمولة عشان يخلصوا به على الخط اول ما بدأوا بدأوا بالطرف السهل اللي هو مين اللي هو الشيخ عواد واللي هو بجل وحده فخلصوا عليه لكن الملازم محمد سعيد هلال كان بيفكر مع الخط بشكل مختلف الراجل فكر انه يصحب الخط للبلد بدل الموجهة داخل الجبل لانه عارف ان الموجهة داخل الجبل هيكون التفوق فيها للخط لانه مع اسلاح متطورة اكتر من مع الشرطة محمد سعيد هلال عرف ان الخط بيعرف واحد اسمها حميدة ودي ما وجودها في منطقة اسمها هو بور الملطي اتفق معها لانه يتسحب الخط للبلد وهي وافقت وضلبت حميدة من خط السعيد انه يقطف عيل ابنه واحد ميلة عيان واقنعته ان السبب انه كان عنو منها وبالفعل الخط اقتنع بالقصة دي وقضف العيل وضلب فيديا متين جيني طبعا متين جيني كمبلغ كبير في الوقت ده المهم يا سيدي الوسيط اللي كان بين اهل العيل او اهل الطفل وبين خط السعيد كان العمدة نفسه واللي كان مرتب طبعا مع الشرطة وعشان ناسبك دوره كويس بدأ انه يتفوض مع خط السعيد على انه ينزل المبلغ من مئتين جينيه لمية وخمسين جينيه الخط وافق واتفقوا على المكان اللي هيسلموا فيه الفلوس وهيسلموا في العيل ونزل محمد بنصور الخط في المكان والزمان اللي اتفقوا عليه عشان يخدوا الفلوس بتاعته وجاب له اثنين من اقوات الطفل ولما سألهم عن الفلوس قالوا له ما معناش فخلص عليهم لكن لما جاء يهرب لاجى ستين واحد بتوع فرجة الموت محوطينه من كل الجهات فخلصوا عليه وبعدها يا سيد راح جابوا امه عشان تتعرف عليه لكن الستة انكرت الندب نها وجالت ان ده مش ولدي هي كانت شايفة ان هي لاعترفت الندب نها هتناول الحكومة شرف الخلص من الخط فما حبتش تديهم الشرف ده لكن الشرطة كانت اسكى في التعامل مع الموقف ده فطلبت تشريح الجسة الستة اللي ما عرفت كده انهارت واعترفت ان دبناها وجالت بعدها المقولة المشهورة بتاعيدها دي وكده يا سيد انتهت السلطة اخطر مجرم مرة لترك مصر محمد منصر الخط وان كان من بعده جاءت ناس تانية واخدت نفس اللقب لكن هو كان صاحب اللقب الاصلي وكان اول واحد هو ياخد لقب الخط وكده برضو يا سيدة خلصنا فده النهاردة ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله